في فيينا يدور الحديث في هذه القاعة بهدوء تحت إنارة صفراء تلقي الضوء على نقاش وتكتيك للوصول إلى دبلوماسية متفق عليها حول البرنامج النووي الإيراني لكن خارج هذه القاعة غارات إسرائيلية على دمشق ردا على صاروخ أرض جو أطلق من داخل سوريا تجاه منطقة النقب حيث يتواجد مفاعل ديمونا أما الرابط بين الهدوء والفوضى فهو التلميح الإيراني بالرسالة التي وجهتها على لسان فيلق القدس الذي يقول إنهم مستقرون قرب قواعد إسرائيل حول العالم واتباعوا إيمانها المطلق بزوال إسرائيل بعد 25 عاما وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن صاروخ من طراز فاتح إيراني الصنع المرصد السوري الذي أعلن مقتل ضابط سوري وإصابة أربعة جنود إثر الضربات الإسرائيلية يوثق دوما هجمات متكررة على الأراضي السورية لكن دخول إيران على الخط الساخن في الوقت الذي تجري فيه مباحثاتها لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بشروط أبرزها رفع العقوبات عن طهران لم يكن هذا الأمر سهلا على إسرائيل عندما تحدثت طهران بلغة الوصول إلى قدرة 60% من تصنيع اليورانيوم إذن هو التحضير للأزمة على صفيح ساخن في كل أرجاء المنطقة بعد أن توقع هذا الطرح مراقب العلاقات المتوترة بين إيران وأمريكا من جهة وإيران وإسرائيل من جهة أخرى ما يكشف الأوراق بوضوح حول امتلاك طهران نفوذا في سوريا والعراق واليمن وهو الأمر الذي يصعد غضب واشنطن وتل أبي معا أو قد يعيد حسابات فيينا وما بعدها اشتركوا في القناة